اشتركوا في القناة وربنا يتقبل منا ومنكم الطاعات ان شاء الله تعالى ويغفرنا ويغفرلكم ويهدينا ويهديكم ويعطينا ويعطيكم طبعا القمر اليوم موجود في برج القوس هو استقر في برج القوس تماما والان هو موجود في منزلة النعائم وهي منزلة للاصلاح والسرعة والتقريب والتفريق ورح ينكث القمر في هاي المنزل لغاية الساعة 12 وصد دقائق ظهرا بتوقيت جرينيتش من ظهر يوم الجمعة لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة طبعا القمر بما انه موجود في برج القوس معناته تأثيرات برج القوس هي اللي راح تأثر على جميع الابراج فخلال هذا اليوم نشعر بالابتهاج ومنجد الناس اكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا ويتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميل الترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسع اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحل ما او اجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا الفلكية البطيئة اللي مؤثر علينا لها كم يوم طبعا ورح تستمر معنا حتى الايام القادمة طبعا ذروتها هي بالفترة هاي فبداية اول زاوية رح نحكي عنها هي زاوية الاقتران السلبية بين عطارد وبين بلوتو واللي هاي مستمرة في الزاوية لغاية يوم واحد اثنين طبعا هاي بتدفعنا شوي لشعور ببعض الكآبة او الهم او شعور بالذنب وبتزيد من عنادنا وبتسبب لنا نزاعات شديدة مع محيطنا وبتعب بعض الاشخاص اللي عندهم مشاكل بالقلب او بالشريين شوي بدهم ينتبهوا على حالهم لانه هاي الها علاقة بضغط على القلب والها علاقة برضو بالعصبية وحوادث على الطرقات وحوادث الها علاقة برضو بالنيران دوليا بتدل على انتقاد الصحافة للسلطات الدولية بسبب تخاذلها في مكافحة الجريمة وازدياد حوادث العنف والعدوان وكمان هاي يعني الها علاقة بكشف بعض المعلومات المخابراتية او المؤامرات السياسية اللي كانت تحاك بالخفاء وبرضو بتدل على احتمال وقوع زلازل او حرائق بهاي الفترة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهاي زاوية التربيع السلبية بين الشمس وبين اورانوس وهي مستمرة لغاية يوم ثلاث اثنين بيتمرد بعض الاشخاص وبيتصرفوا دون اكتراث للعواقب كما انه بيتمرد بعض الابناء على اهليهم غالبا في هاي الفترة لما بتصير هاي الزاوية كل يعني كل دورة فلكية بيصير في احداث الها يعني الها علاقة بالثورات والانقلابات العسكرية الضربات العسكرية الاغتيالات طبعا مستمرة هاي دائما بتصير فعشان هيك ربنا يلطف منها بتدل على تغييرات او ازمة مفاجئة في الحكومة احتمال اضرابات او اشتباكات مع سلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة وبرضو بتدل كذلك على حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث السك الحديد اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الاخيرة من الزوايا البطيئة هي زاوية تثليث ايجابية بين الزهرة وبين اورانوس وهاي مستمرة لغاية يوم ثمانية اثنين طبعا بتهيئ الفرصة لبدء بعلاقات غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاول اكبر وكما انه في هاي الفترة بتكون شعبيتنا في تصاعد اكثر اما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل واليوم تأثيراتها اللي هي مع القمر في عنا زاويتين وخلو مصر الزاوية الاولى هي زاوية تزليث ايجابية بين القمر وبين زحل وهي ساعة تمانية وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتكون اوجها يعني تأثيراتها من ساعات الفجر لغاية ساعات ما بعد الظهر ونصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون وهاي تقريبا بتتشكل ذروتها ساعة ستة وتسعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا الى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة سبعة يعني الساعة ستة وتسعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى صباح اليوم التالي اللي هو صباح يوم الجمعة حتى تمام الساعة تسعة وتمن دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الاعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية والاهتمام اكثر الكبد والعجز عظم الفخد عظم اخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية وبرضو العضلات القطنية هاي اكثر الاماكن الحساسة اللي سهل اصابتنا فيها او الام تكون موجودة في هاي الاماكن وخصوصا اللي عندهم نقطة ضعف في هاي المنطقة بدهم ينتبهوا اذا شعروا باي شيء غير اعتيادي يوصى بمراجعة الطبيب يوصى برضو اليوم باجراء عملية جراحية ما فيه اي مشاكل بتدل على انه فيه شيء بعاكس العمليات الجراحية فترة غير مناسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لازالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي مثل الصبغ والقص التجميلي ولا يصلح للقص العلاجي اما بالنسبة لمطعوم كورونا فاليوم برضو مناسب ما فيه اي مشاكل لالو ما فيه حتى اثار ممكن اثار خفيفة تكون يعني بحبتين بنادول بمشي الموضوع بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال 25 يوم في تمام الساعة 2.12 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بيصبح 26 يوم نسبة الاضاءة 20% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 18-2 منتحسة بنسبة 40% الان ولكن في ساعات الصباح بيزيد الانتحاس وبتصير منتحسة بنسبة 50% لو طبعا بتستمر لغاية ساعات المساء اما بالنسبة للقمر في القوس حتى يوم 29-1 سعيد بنسبة 10% عطارد في الجدي متراجع حتى يوم 4-2 طبعا منتحس بنسبة 10% الان في ساعات المساء بيصير سعيد بنسبة 10% الزهرة في الجدي بيتراجع حتى يوم 29-1 منتحس بنسبة 10% المريخ في الجدي حتى يوم 6-3 سعيد بنسبة 30% الان ولكن مع ساعات الظهر بيصير سعيد بنسبة 60% المشتري في الحوت حتى يوم 10-5 سعيد بنسبة 30% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا اليوم في مجال الدراسة والسفر البعيد والاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم وممكن اجتماع مع الأحبة يكون اليوم أو تواصل بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة وممكن اليوم تتلقى إشارة أو خبر ممكن بيجيك من خارج البلاد أو من أحد الأشخاص اللي بيعزوا عليك بتكون الفترة هاي دينماكية جداً وفيها حركة عالية جداً وبتشكلك بالنسبة لإلك محطة للانطلاق بورشة جديدة أو فكرة جديدة أو عمل جديد أو مخطط جديد أنت يعني بتسعى لتنفيذه برج الثور اليوم القمر موجود في البيت الثامن معني اليوم بتعيد وتنظيم أموركم المالية المشتركة يعني بتدل على الأموال اللي ما بتكون إلك لحالك يعني فيه طرف تاني شريك معك في هاي الأموال إن كان بنك إن كان عائلة إن كان ضريبة تأمين هاي كلها أموال مشتركة اليوم الفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون خففوا من النفقات المتصاعدة حاول إنك تحسن أداءك فاوض بمرونة استفسر عن كل المعطيات حاول إيجاد حل وسط لكل الأمور وحاذر من المواقف المتصلبة حاول إنك ما تكون قاسي اليوم مع أحبائك وما تهمل واجباتك ممكن اليوم يصير بعض الاهتمام لا أمور عائلية أو بعض الأشخاص إما صحيا أو يعني مجاملة مجاملة اجتماعية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء القمر موجود عندهم مقابلهم تماما فعشان هيك اليوم بنقسم نصفين نصف بكون معك وهو يوم مناسب لتعزيز شركاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة والتقارب ما بينك وبين الأحبة أو على نظام عملكم ولكن القسم الثاني إنه بتكون تجنب الغضب والإنفعال ما تخلي أي شخص يستفزك اليوم احمي سمعتك وما تشوهها عليك خوض الامتحانات قبل الحصول على الجائزة يعني بمعنى آخر هذا يوم بامتحن جاهزيتك وقدراتك وبحطك على المحك في كثير من الأمور فعشان هيك بدك تتحامل على نفسك وتبعد عن المشاكل وأي مواجهات برج السرطان أنجزوا ما بغسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك لأنه القمر الآن موجود في بيت العمل وبيت الصحة فمنقولكم ما تبلغوا لأنه الوضع الصحي عندكم مش متحمل يعني طاقتكم شوي ضعيفة وممكن تنفذ في أي لحظة فعشان هيك بدك تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم اليوم بدك تحاول أنك تكون واضح في أولوياتك ما تخلي أي شخص يثير إنفعالك أو غضبك بدك تنظم موقتك بشكل جيد التزاما منك بالواجبات والمسؤوليات واحتراما منك للموعيد يعشان هيك بدك تنظم أمورك وأعمالك حاول أنك ما تربك حالك بأكثر من موعد وأكثر من عمل في نفس الوقت عشان هيك نظم أولوياتك بشكل جيد برج الأسد طبعا بالنسبة لموليد برج الأسد القمر في بيت الحضوض والعاطفة فعشان هيك اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم ما بيتخلى الحظ لا ماليا ولا عاطفيا عنكم بترتفع عندك المعنويات بشكل واضح فعشان هيك بدك تكون أكثر مروني اليوم ممكن تحقق إنجاز مهم وممكن تنتعش العواطف عندك من جديد وتشتد الروابط متانة وثقة عشان هيك اليوم استغله بكل طاقتك يوم إيجابي ومثالي جدا لكن لا تحاول تفرض رأيك على الأحبة وحاول إنك ما تتحسس من أي موقف عشان ما تزيد الأمور عن حدها برج العذراء بالنسبة لما وليد برج العذراء القمر استقر في البيت الرابع لهو بيت العائلة والأهل والعقارات فاليوم بوزعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ممكن اليوم تجدوا تعاون من أفراد العائلة وبتكثر عندكم الضغوط والمتاعب العائلية أو لي العلاقة بالبيت ممكن أعطال أو مشاكل أو سوء تفاهم أو حتى ممكن نصيحة وما يتقبلها الطرف الثاني هذه فترة فيها نوع من أنواع التوتر على الصعيد الشخصي أو على الصعيد العائلي فعشان هيك بدك تحاذر الخلافات والمشاعر السلبية ممكن اتعاكسك الظروف وتسبب لك نوع من أنواع الإرباك فعشان هيك ابعد عن الانتقاد قدر الإمكان وحاول ضبط الأعصاب برج الميزان بتنشطوا اليوم في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان وبتعززوا العلاقة مع أخ أو جار يوم مناسب جدا للحركة والتواصل والاتصالات والترويج لخطتكم وعاعمالكم اليوم ممكن اتعبر عن آراءك بحرية وجراءة أمك بتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة فترة إيجابية جدا وممكن من خلالها يصير في نوع من أنواع التعاون ما بينكمين بعض الأطراف اللي بيشتغلوا في مجال التجارة فترة ممتازة جدا لإلهم وبرضو اللي بيشتغلوا على مجال الاتصالات أو السيارات أو الأجهزة الإلكترونية برضو ممتازة جدا برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب طبعا القمر صار موجود عندهم بالبيت الثاني اللي هو بيت المال فعشان هيك اليوم بتتركز كل الأمور على الأمور المالية أموركم اليوم بتبحث عن فرصة لمكسب مالي ولكن بحكي لكم أن الفرص هي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات نوع من أنواع الدعم برضو فيها هيك هاي الفترة بتكونوا حذرين من النفقات وتمتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تخططوا لمرحلة جديدة ممكن تحددوا أولوياتكم والميزانية وخصوصا الأمور المالية ممكن اليوم بعضكم يطلقى هدية أو يقدم على استثمار معين ما بنصح فيه كثير لأنه عطارد بيتراجع فمنقول أنه هاي الفترة بتحمل بعض المصاريف المنزلية الطارئة برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط أكثر من يوم أمس لأن القمر الآن استقر تماما عندكم فاليوم تقدروا تبادروا لخطوة جديدة الدعاء من مكانتكم الاجتماعية بتطالعك في هاي الفترة على خبر معين وممكن يكون هذا الخبر من مثابة إشارة أو انطلاق جديد فترة ناشطة وحماسية بفضل وجود القمر عندكم طبعا عشان ما أحد يطلع يقول لي لا بفضل الله هي بفضل الله أولا وآخرا ولكن القمر بلقي بنوره فممكن تتلقى جواب أو تنطلق بمشروع ما ويكون هذا الشيء بداية مفتاح جديد أو فترة جديدة لحياتك تستفيد من خلالها برج الجديد يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكن حاول إنك تستريح وحاول إنك ما تعرض نفسك للمسؤوليات طبعا القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بقول لك أي شيء مهم خليه روتيني يعني لا تبدأ بشيء ولا تقدم على شيء فهاي تعتبر فترة صعبة وفارغة من الحضور فعشان هيك بدك تخفف من وطيرة عملك لا تحسم أمر وما تنجرف وراء أفكارك السودة وهواجزك برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهم شيء حاول إنك ما تبقى وحيد بل سار على المشاركة بأي شيء اجتماعي أنت اليوم برضو بحاجة للنصيحة اليوم بانتظارك لقاء أو موعد ناجح أو مميز فلا تهمل واجباتك وكون منظم ودقيق طبعا بدك تحاول اليوم تنجز كل أعمالك المهمة وكل أمورك اللي ما بتطلب منك إنك تأجلها فحاول إنك تنجزها اليوم لأنه في خلال يوم الجمعة والسبت القمر رح يكون موجود في بيت المتاعب عندك وهذا الإشي رح يكون صعب عليك فعشان هيك يحاول إنك تتمم الأمور بشكل سريع برج الحوت يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وممكن اليوم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة وبتغار اليوم على مصالحك أكثر تعتبر هاي الفترة لأنه القمر موجود في بيت السمعة يا أنجح الفترات يا أسوأ الفترات خصوصا أنه القمر لما بيكون في بيت السمعة بيكون ضاغط شوي فممكن يجيك تكريم فيه أو شكر على إنجازاتك أو على اهتماماتك أو ترفيع أو ترقية أو عمل جديد وممكن تشوه سمعتك وتوصل في بعض الأشخاص أنهم يوصلوا للسجن فعشان هيك حاول إنك أنت تصون سمعتك بهاي الفترة وتتحامل على الفترة الثقيلة هاي خصوصا على الأعصاب والمعنويات وحاول إنك ما تتذمر على مسمع أحد وحاول إنك تصبر يعني إذا التزمت بهاي تنبيهات معنات اليوم أنت راح تكرم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر